طيب هنروح لكرة السلة رجال ويمكن ده الخبر يعني اللي أنا كنت أشرت عنه في الانترو وهو منتخب مصري لكرة السلة رجال بعد رحيل روي رانا المدير الفني الكندي عن تدريب المنتخب وذلك طبعا بعد ما أنهى الاتحاد تعاقده ما أنهاش جد ما جدتش معه لأنه هو مصر أنه يفضل متولي مسؤولية الفريق الياباني اللي هو بيمرنه وأنه يبقى ما بين هناك وما بين هنا فالتحاد المصري رفض هذه الفكرة تماما ولم يجدد لي بالرغم من ما حققه مع المنتخب من تأهله الكاس العالم والأداء الطيب اللي احنا شفناه آه كان ممكن يكون فيه أفضل ولكن مشاركة جد بعد فترة طويلة من الغياب كان مظهر منتخب مصر جيد مش هقول يعني يعني فيه أكيد طبعا فيه أحسن من كده كان ممكن فيه مبرأة أو اتنين كنا ممكن نظهر فيهم بشكل جيد عن كده الاتحاد المصري شاف أنه من الأفضل أنه ما يجيبش مدرب لهذه الفترة خاصة هذه فترة انتقالية عندك بطولة عربية في مصر أنه يخلي الجهاز المعاون لرويرونا السابق قالوا هو كابتن واقل بدر المدير الفني نادي زمالك الحالي وسليم محمد سليم أو سولي المدير الفني الفريق المصرية لاتصالات هم اللي بيتولوا الاتنين بيتولوا تدريب المنتخب استدعوا الاثناشر لعب وتم الإعلان عن القايمة خلاص لأن البطولة هتبتدي بعد بكرة أو المباراة لنا منتخب مصر هو مباراتنا مع منتخب الإمارات الشقيق خلينا أقول لكم أنه البطولة من الفرقة المشاركة فيها وخلينا كمان أقول لكم مجموعتنا مين خاصة أن أنا بدريتي كده ومعرفتي أنه الفرقة الكبيرة عربيا ما بيجيش بالفريق أو الفريق الأول أو زي ما بيقولوا بيسموه السينيور تيم ما بيجوش به دايماً بييجوا بالفريق التاني أو المنتخب الأولمبي الاسم اللي الناس كلها بتبقى عرفها المنتخب الأولمبي بييجوا به طب إيه الهدف أنه يعد العيبة والحقيقة أنا كنت أتمنى أتمنى من المنتحاد المصري أنه يعمل كده يكون أكبر لاعب في المنتخب 22-22 سنة لأن الحقيقة البطولة دي مش مؤهلة الحاجة البطولة مش مهمة من قدر يعني أنها تؤهل بعد كده الحاجة فكنت أنت ممكن تعد جيل تاني أكبر واحد يكون 22-22 سنة يعني نشوف عمر زهران وما على مستوى أو على سنه على مستوى مصر كلهم اللي يلعبوا في هذا الجيل أو هادي البطول وأنا بقول لكم ما أنا مغمض كده هتلاقي منتخب تونس يعني هيعمل كده بالمناسبة منتخب تونس جاي معاه المدرب العام أمين روزي أحد أساطير كرة السلة التونسية والمحترف في سبو في نادي الأهل السابق وإن شاء الله بنحاول يكون معانا بإذن الله الأسبوع ده قضيه فرصة هو في القاهرة وأمين الحقيقة أنا على تواصل معاه بشكل دايم هو مدرب عام المنتخب فالحقيقة دايما بتلاقي تونس هتلاقي تونس هتلاقي ممكن الجزائر ليبيا هتيجي بالفريل أول لأن هيبقالها كتير جدا ما شركتش هو متعطشة لنتاج جيدة الإمارات هتلاقي جاي بالمنتخب الكبير هتلاقي عندك الدوحة برضو ممكن تيجي بالمنتخب الكبير قطر يعني أصدقلك هتدي الفرق إنما تونس الإسم الأكبر في البطولة العربية هيجي بالبي تيم وأنا متأكد من الكلام اللي بقاله لكم طيب لو بصينا على منتخب مصر منتخب مصر هو صاحب الألقاب التاريخية بـ 12 لقب منتخب مصر هو أكتر المنتخبات المصرية حصولا عزي البطولة يمكن أنا كليها الشرف إن حصلت على بطولتين 3 من دون من الـ 12 مع منتخب مصر أنا ما بتكلمش على علعاب عربية أنا بتكلم على بطولة بطولة عربية وكليها الشرف كتير إن أنا الحمد لله حملت هذا الكأس مع منتخب مصر أعوام كتيرة كان آخر اللقب حققناه كان 2016 مجموعتنا مين في البطولة دي كويت تونس المغرب الإمارات هنبتدي بالإمارات بعد بكرة إن شاء الله والمجموعة التانية هيكون فيها جزائر ليبيا مرتانية السومال يعني برضو أنا قطر مجاتش الجزائر مجاتش يعني فيه فرق اعتذرت ومشاركتش ولكن هي موجودة في مصر كنت أتمنى من اتحاد السلة إنه يدي الفرصة الجزائر موجودة أنا أسف جزائر ليبيا في المجموعة التانية جزائر ليبيا مرتانية السومال كنت أتمنى إنه للاتحاد يدي فرصة زي ما أدى فرصة لجهاز فني شاب يدي فرصة للعبين الشباب إنهم ما يشاركوا وأنا أقول لكم كمان أسامي اللعبة مين ومين من نادي الأهل طبعا أسامي النادي الأهل أو لعبة النادي الأهل عمر الجندي كريم حاتم إيهاب أمين عمر طارق عمر زهران وعمر الجندي كريم حاتم إيهاب أمين وعمر طارق وعمر زهران دوله الخماسي طيب أنا عايز أقول الاعتذارات كات مين يعني خلينا أقول لكم كده الاعتذارات كات مين وأسبابها إيه عشان برضو محدش ينتقد الجهاز الفني لو لقى أسامي غيبة بيبو طبعا نجمي الاتحاد السكندري واللاعب مركز خمسة اعتذر عشان امتحانات نصف العام هو بلاعب في أحد الجماعات في مصر والجامعة رفضت تديره امتحانات أونلاين فكان هيضيع عليه الترمي الأول فما جاش يوسف رفعت طبعا برضو اعتذر مصاب واعتذر وما قدوش يشارك في التدريبات من الأصل يوسف رفعت طبعا عندنا أحمد سامي لعب نادي الجزيرة مصاب كذلك واستبعد بداع الإصابة طبعا كل دول ما اشتركوش طيب طيب عندنا باتريك جاردنز يعني وامر الشيخ برضو اعتذروا لأنه طبعا وعلى رأس المنتخب عاصم مرعي طبعا اللي بيلعب في كوريا الجنوبية مجاشنا وأكيد عنده مطشاط ومش هيجي أو هيجي بسهولة عشان يكون موجود مع المنتخب في بطولة الحقيقة مش مؤهلة لحاجة هو هيجي في أي توقف كبير يشارك مع المنتخب عاصم مرعي من أهم اللعبة لم يكن بصراحة يعني أهمهم تحت الحلقة على الإطلاق وشارك في تأهل مصر كأس عالم مرتين كل التوفيق طبعا للمنتخب ويمكن منتخب دخل بـ 14 لعب هيتسجل 12 كل مباراة ودي حاجة جيدة إن شاء الله أنا تمنى التوفيق لمنتخب مصر كرة السلة بإذن الله